مجزة بأهم وآخر الأخبار من قناة عدال الفضائي أهلا بكم بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي العمد الركن طارق صالح برقيات عزاء مواسى بوفاة الأمين العام المساعد الأسبق لحزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد محمد الأصبحي والشخصيات الاجتماعية مبخوط حي المشرقي وعرب في برقيات العزاء عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل الدكتور الأصبحي والشخصيات الاجتماعية مبخوط المشرقي سائلا لله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وإسكنهم في سياح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان قال وزر الألام وثقافة والسياحة معمر الإرياني إن المقبرة الجماعية التي اكتشفها مواطنون في مدرية حرف سفيان بمحافظة عمران تكشف جانبا من المجازر وجرائم المروعة التي ارتكبت مرشاة الحوث الإرهابية بحق المدنيين وأوضح معمر الإرياني أن المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها تضم رفاة 16 من أبناء مدرية حرف سفيان اختطفتهم المنشية لدى اشتياحها المدرية في العام 2010 وأشار الإرياني إلى أن مرشاة الحوثي أوغلت في دماء اليمنيين وأسفك الدم كل من وقف في وجه مشروعها التدمري مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمغادرة مربع الصمت المخزي وإعلان موقف واضح من جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها مرشاة الحوثي بحق اليمنيين وإدراجها في قوائم الإرهاب الدولية ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبة من عاصمة المؤقتة عدن اجتماعا فنيا كرسال الوقوف على الإعداد والتهية لإنفاذ حملة لتعزي صحة الأم وذلك للحد من اتفاع وفيات الأمهات وتوصيل خدمات الصحة للأم والوليد للفئات المستادفة وفي الاجتماع أكد وزير الصحة أهمية العمل على إعداد المواجهات الأساسية والإطار العملي للحملة وتحديد أوجه الأنشطة فيها مشيرا إلى أهمية الحملة في تحقيق زيادة الوصول إلى الخدمة الصحية وتوفيرها وكان الوزير بحيبة قد تفقد سير العمل في عدد من الإدارات والأقسام بوزارة الصحة بالعاصمة عدن وحثى على مضاعفة الجهود والارتقاب الأداء المهني مؤكدا أن الانطباط الإداري يعد مفتاح النجاح في تنفيذ المهام الموكلة على الوجه الأمثل استشهد الطفل أصيب خمسة آخرون من فجار لغم زرعتها منشات الحوث الإرهابية في منطقة شوكان في مدرية ماوية جنوب مدينة تعز وفاد مدير المدرية عبدالجبار الصراري أن الطفل عرفات عبدو غالب الذي أبلغ ابن العمر خمسة عشر عاما استشهده واصيب خمسة آخرون إصابات مختلفة من فجار لغم زرعتها منشات الحوثي زرعته منشات الحوثي وذلك أثناء رعي الأغناء في منطقة الشعب الأحمر في شوكان بماوية وتم إسعاف الأطفال لتنقي الألاج دانت منظمة تميون لحقوق الإنسان بشدة الهجوم الذي شنته مرشاة الحوثي الإرهابية على المدنيين في وادي نخلة بمدرية حيس جنوبي الحديدة والذي أسفر عن إصابة خمسة أطفال تتراوح عمارهم بين الثامنة والثالثة عشرة وقالت المنظمة في بين الله إن استهداف هؤلاء الأطفال أثناء رعيهم الماشية بقذائف الهونة يشكل انتهاكا حوثيا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني وطالبت وقف هذه الانتهاكات المروعة فورا وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقابة كما دعت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن وبعثت أونمها منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة واتخاذ موقف صريح إزاءها نهاية المجهزة أشكر لكم مطيبة المتابعة للقاء اشتركوا في القناة